اشتركوا في القناة بحكت وانا بسمع الكلام ده في المسلسل العربي اللي شغل في التليباجن قدامي والممثلة القديرة والفنانة الفضيعة اللي عملت تشتم في الرجالة بكل غل وغضب رغم انها في الحقيقة مرفوع عليها قضية من طريقها بيتدهمها فيها بالخيانة بصت نحية بنتي ولقتها متأثرة جدا بالمسلسل وصعبان عليها الممثلة والأداء الأوفر بتاعها فقلت لها حنين يا حبيبتي ده تمثيل وكلام فارغ بتاع مسلسلات هو مش حقيقة الرجالة مش كده خالص فيهم الكويسين وفيهم الوحشين انت مثلا عمرك شفت بابا بيعمل حاجة وحشة في ماما وفي ناس كتير زي بابا دحكت حنين وقالت صح يا ماما عندك حق بابا ده أحسن راجل في الدنيا وبيحبني وبيحبك وبيحب أخوي عماد وكمان عم حاتم جزخالته إسراء كويس كويس جدا كل الرجالة الكبار اللي أنا عرفهم طيبين قوي يا ماما رديت وانا بقول الحمد لله انك عارفة كده كويس بس لازم تعرفي ان مش كل الرجالة كويسين في ناس كويسة كتير وفي ناس وحشة برضو عشان كده مش لازم نتكلم مع حد غريب ولا نصح بحد إلا لما نعرفه كويس ودخلت المطبخ أكمل تحضير الأكل وأنا بفكر هو فعلا ممكن في يوم من الأيام جزي عبدالله يطلع زي الرجالة ويخني إيه ده إيه اللي أنا بفكر فيه ده هو أنا كمان هتأثر بالمسلسل ولا إيه لأ ده مش كلام وسلسلات ده الواقع اللي أنا عرفته أنا في كل رجل عرفته مع تجوزي عبدالله فكرت شوية وأنا بحط الفرخة في الفرن وافتكرت زماني لما صحت من النوم أنا واختي الكبيرة إسراء على صوت ماما وبابا وهو ما بيتخنقوا دريت حضنت أختي ولقيتها بتقول ما تخفيش يا دعائي قلت لها وإيه اللي بيحصل يا إسراء أنا أول مرة أسمع ماما وبابا بيتخنقوا كده في اللحظة دي سمعت صوت ماما وهي بتقول بكل قهر أنا مش قادر أستحمل أكتر من كده أنت راجل خايد ومش هتبطل خيانة طلقني يا صلاح أخرج بره حياتي وطلقني وروح تسرمح برحتك في الشارع مع اللي من مستوك كفاية أعرف بقى يا أخي رد بابا وقال أنا بحبك يا حنان وأنا آسف سمحيني المرة دي وأوعدك أوعدك هتكون آخر مرة بس وطي صوتك عشان البنات دحكت أمي بمرارة وقالت آخر مرة أنت عارف أنا سمحتك كم مرة أنا سمحتك يا صلاح في كل مرة انكشفت فيها قدامي ده غير المرات اللي ما انكشفتش فيها أخبارك كلها بتقصني لحد عندي من غير مطلوب ومن غير متجسس تحب أقولك أنت خلتني مع مين الإسبوع اللي فات ولا الإسبوع اللي قابله تحب أقولك لما سفرت اسكندرية كانت مين معك وقابلتها فين وقضت معها اليوم فين أنا مش قادرة يا صلاح طلقني وقتها كنت لسه صغيرة عندي عشر سنين سمعت أنا واختي كل حاجة من وراء باب القوضة وحياتنا كلها تقلبت وتشعلبت تاني يوم بابا ساب البيت وطلق ماما ورغم كده ماما لحد النهاردة مرضتش تقولنا ع السبب بابا تجاوز بعد فترة وطلق وتجاوز تالت ورابع وفضل على الحال ده وكان بيزورنا بشكل مستمر كان موجود في حياتنا وكان فخور بينا وكان بيقوم بكل واجباته ناحيتنا بس ماما تعقدت من الرجالة وفضلت فترة طويلة مركزة في حياتها وشغلها وتربيتنا وجبرنا أنا واختي وتخرجنا من الكليات واشتغلنا وتجاوزنا كمان اختي تجاوزت حادم بيشتغل مهندس وعنده شركة برمجيات وكان بيحبها جدا وبعد سنة واحدة ربنا لزقهم بولد زي الأمر سموه قاسر وقبل ما يكمل قاسر سنة او حتى يتفتم لقيتها جات عندنا البيت هي ابنها وهي بتغيط ورمت نفسها في حضن ماما وقالت حاتم بيخن يا ماما اكتشفت انه بيتكلم على الفيسبوك مع واحدة وبيبدلها الكلام والنصائح والموضوع دخل في حب ومشاعر وأصرار بينهم وقتها كنت لسه في آخر سنة في الكلية لما اكتشفت اسراء انه حاتم بيخنها كانت صدمة كبيرة بالنسبالي خصوصا انه بيحب اسراء جدا وعلاقتهم كانت نجحة جدا وقتها امي قالت طيب يا اسراء انا هسألك سؤال واحد بس هو اصر معاك وفي مشاعره وفي بيته الفترة اللي فاتت ردت اسراء وقالت لا يا ماما الصراحة مفيش حاجة تغيرت ردت ماما وقالت يبقى اكيد يا بنتي ده كله مجرد كلام وما حصلش حاجة خلي بالك من بيتك يا بنتي ومدام جزد في بداية الطريق خط عيونك عليه وحاول تشوف اللي ناقص وتملي الفراغ ده وقتها انا قلت لا طبعا وهي تستنى عشان ايه مدام هو من دلوقتي بيخونها على النت بعد كده هيخونها بجد وحقيقي ماما برقتلي وقالتلي خرب البيوت مستهل وانتي لسه صغيرة ومش فاعمة رجعت اسراء البيت تاني الجزء وزادت جوها العقدة من الرجالة اسراء وحاتي مكملوا حياتهم عادي ورجعت بينهم الحياة الطبيعية لكن انا عمر ما قدرت ابص الجزء اختي نفس النظرة قبل ما عرف انه بيخونها ولما كان بيتقدمني عرسان كنت مرفض رغم انحح امي واختي وجزء اختي كمان وحتى بابا كنت متعقدة ومش عايز اخد حد ممكن يفكر في يوم في الخيانة وده لقيته في عبدالله مش عارفة بقى هو حب ولا ايه لكن من اول مرة شفت فيها عبدالله حسيت انه مش خاين زي باقي الرجالة شفت قد ايه هو انسان محترم ومتزن كجول الوحيد اللي رجع سخط في الرجالة تاني واتخطبت لعبدالله سنتين بالكامل عشان كنت خايفة تصرع في الجواز وعملت كل الاختبارات الممكنة والغير الممكنة كلمت من ارقام تانية بصوت بنات ودخلت اكلمه على الفيسبوك من اكاونت فيك لكن في كل مرة اختبرته فيها كان بينجح وبامتياز وتجوزت عبدالله وبقت حرم مدير مكتب المحامات الشهير اصل عبدالله جوزي معروف انه محترم ومهزم والحقيقة عمر ما في يوم فكر يخني ولا يخون سقط فيه ومعايا منه دلوقتي ولد وبنت وعيش اجمل حياة يا دي المسيبة اديني حرقت الفرخة في الفرن بسبب كل الذكريات دي الحمد لله اتلاسعت شوية بس جات سليمة كان هيكون ايه الحل دلوقتي لو الفرخة اتحرقت وعبدالله جوزي على وصول وسمعت جرز الباب وانا في المطبخ وسمعت صوت حنين وهي بتقول ماما ماما في واحد عايزك برا استغربت وطلعت على الباب لقيت واحد من هيئة البريد ومسك جواب وبيقول الاستاذة دعاء صلاح في جواب مسجل بعلم الوصول استلمت الجواب وانا مستغربة وفتحته ولقيت صدمة عمري بصت في الجواب وانا مش عارفة رجل ومش مستوعبة اي حاجة كل اللي تلع على لساني تلع خين زي كل الرجالة انا قلبي كان حاسس مفيش راجل مش بيخون عبدالله خين زي كل الرجالة مفيش راجل مش خين كلهم عيونهم فرغة بصت حنين ناحيتي باستغرب وقالت في ايه ماما هو بابا هيتأخر ردت وقلت انسي كل حاجة عن بابا بابا طلع وحي زي كل الرجالة اياك يا حنين وقطع كلامي صوت عبدالله وهو واقف على الباب الباب اللي انا سيبته مفتوح وكان بيقول السلام عليكم ايه الكلام ده يا دعاء ايه الكلام اللي انت بتقوليني البنت ده وايه الريحة دي انت حرقت الغدى ولا ايه قمت وبصت ناحيتي وقلت له حياتي معاك هي اللي اتحرقت وانتهت يا استاذ عبدالله لو سمحت طلقني من غير شاشرة وكويس اني بتكلم بهدوء وابنك نايم وبنتك لسه صغيرة ومش فاهمة قلت الكلمتين دول ورميت الجواب في وشه ودخلت الجوا مسك عبدالله الجواب وقرى اللي فيه وفتح الجواب وبص جواه وشال بنته وبصها ودخل وراي وقال انا لو هطلقك يا دعاء هيكون عشان انت مريدة مريدة بالشك الشك اللي جواكي ناحية الرجال عمره ما هيخلص طول عمرك بتحطيني في اختبارات طول الوقت ودايما مستنيتك تشفي خيان تليكي اوعي تفتكر اني مش عارف انك عاملة برامج تصنط وتسجيل مكلمات اوعي تكوني فاكرة اني مش عارف صوتك لما بتكلميني من ارقام غريبة ولا تكوني مش واخدة بالك اني عارف انك بتبعتي لرسائل مؤلفة من حسابات وهمية والكلام ده مش جديد عليك ده من ايام الخطوبة وحتى بعد الجواز طول عمرك مستني اي فرصة عشان تثبت لنفسك اني خاين عاملة فيها ملاك بريء قدام كل الناس وانتي خنقاني بشك كفية طول الوقت رديت وقلت له وفي الاخر قديك خنتني وتجوزت علي برضه رد وقال انتي مجنونة يا دعاء مجنونة وما فيش علاج لحالتك لو كنت ركست شوية في الجواب كنت عرفت ان الجواب ده في عقد جوازنا احنا انا وانتي وان اسم العريس على الظرف من بره ده شيء طبيعي ولو كنت فتحت الظرف كنت لقيت اسمك في خانة اسم الزوجة يا دعاء والجواب ده من الاحوال المدنية يا هانم بعد ما انا طلبت تجديد العقد لإصلاح خنت اسم امي بسبب غلطة المأزون وهو بيحط البيانات ورمى عبدالله الورق في وشي ومسكت العقد ولقيت فعلا دعادي جوازي انا وصيت لعبدالله وانا مشلولة ومش قادرة انطق بكلمة واحدة حاولت اتكلم وقلت له انا اسف يا عبدالله بس حط نفسك مكاني رد وقال انهي مكان بالزبط وانت عاملة برنامج تتبع على تلفوني ومستخدمة برامج تجسس علي هو انا ساكت وبقول بكرة تاعل او بعده تاعل كده كتير جدا يا دعاء انا مش هقدر عايش الحياة دي تاني معاك وقبل ما ينطق كلمة التلق رميت نفسي في خدمة ونزلت دموعي وصرخت وقلت له ارجوك ارجوك بلاش يا عبدالله انا اسفة والله انا بحبك وما اقدرش عايش من غيرك استحملني واعذرني وسامحني ونزلت الدموع من عيني زي الشلال كل كلمة عبدالله قالها صح مية في المية انا مش قادرة بطل شك لو اتأخر يبقى اكيد مع واحدة تانية لو بيتكلم في التليفون وموطي صوته يبقى مش عايزنا اسمعه انا بحب عبدالله بس متوقعة في اي وقت انه هيخني او بيفكر يخني يمكن ما قلتش اي حاجة لكن دموعي ونظراتي قاله كل حاجة طب طب علي عبدالله وسمعته بيقول اتمنى يا دعاة كنت فعلا اخر مرة المشكلة ان انا كمان بحبك وما قدرش استغنى عنك ابدا وجعان جدا انت حرقتي اكل النهاردة دحكت ورفعت وشي وعرفت وقتها ان مش كل الرجال خينين وصوابع الانسان الواحد مزاي بعضها طب ازاي عايزين نحكم على جنس كامل انه شبه بعضه الانسان ممكن يغلط ولازم يغلط عشان انسان لكن الغلط الاكبر ان احنا ما نسمحش بعض وما نسمعش البعض وما نعذرش بعض والحياة حلوة لو عشناها نراعي ربنا ونراعي نفسنا ونحسن الظن ببعدنا